اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تتمحور حول المرأة العربية فيما يتعلق بالممارسات الاستهلاكية من خلال عرض مجموعة متميزة من التجارب والممارسات المطبقة في أجهزة حماية المستهلك على المستوى الخليجي والعربية وأكد سعادة وزير الصناعة والتجارة دعم مملكة البحرين لجميع التطلعات المستقبلية في مجال حماية المستهلك على المستوى العربي حوار ونقاش بناء تحت مضلة عنوان يتم طرحه لأول مرة على المستوى العربي جمع الكثير من الخبراء من مختلف التخصصات ليناقش الأوراق العلمية والخيارات المطروحة ويصلون إلى أفكار وقوانين وتشريعات تنضوي تحت شعار المرأة العربية وحماية المستهلك مملكة البحرين استقبلت هذه المبادرة التي ضمت أكثر من عشرين دولة مشاركة استكمالا للنجاحات البارزة التي حققتها المملكة في مجال حماية المستهلك من خلال تجديدها للقوانين واللوائح حماية لجميع المستهلكين طبعا بالتأكيد السلوك الإنساني والعملية الاقتصادية لمر بها التعامل البشرية والإنسانية يحتم علينا دائما إنتاج أفضل الأسليب وأجود السلع وإنتاج أفضل آليات التعامل ولا يتم ذلك إلا بوفق قوانين ويتم ذلك إلا وفق اتصالات ولا يتم ذلك إلا وفق تجارب تتراكم بين مكونات المجتمعات من المستهلك إلى المنتج كل فيما يخصها طرحنا مبادرة الهيئة العربية لحماية المستهلك ونتطلع إلى أن تشرف هذه على حقوق المستهلكين على جودة سلوكهم جودة تعاملهم امتشاقا لمبادئ وقيم ديننا وهي التي تمنع الغش تمنع الاحتيال تمنع الظلم فبالتالي الحمد لله هذا المؤتمر أني يعتبر المؤتمر ناجح شكلا ومضمون هذا المؤتمر يأتي على درجة كبيرة من الأهمية لأنه يتكلم على موضوع هو موضوع حي ووهم هو موضوع حماية المستهلك حماية المستهلك أصبح يجب أن تطور جزء حماية المستهلك في الدول العربية والتشريعات حتى المعنية بحماية المستهلك في ظل التطور الكبير في الغش التجاري وتطور الكبير الذي أصبح نواجهه في التجارة الإلكترونية وبالتالي موضوع حامية المستهلك بقى أمر مهم جدا علشان كده احنا بنعمل هذا المرة التانية العامة التانية على التوالي بنعمل احتفالية الخاصة باليوم العربية حامية المستهلك الهدف منه إيه الهدف منه أنه أنا أسقف المستهلك العربي بما هو واجباته الأول ثم بعد كده بقوله بناء على هذه لإنت حافظت الحقوقك بهذا الشكل لأمر التاني كمان موضوع متابع بعد البيع ليس أن أنا أشتري المهم أن أنا أشتري ساعة ولكن مع ذلك أكتشف أنه ليس أنك متابعة بعد البيع ألزم الموارد بأنه تم موضوع متابعة بعد البيع نحن في الجامعة العربية عملنا تطور كبير في هذا الملف هذه المبادرات المهمة تسهم في توفير التوعية للمستهلكين وتذكيرهم بواجباتهم وحقوقهم إضافة إلى التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحوث لتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك وتطويرها دور المرأة معروف في المجتمع العربي بالذات يعني مثل ما قالوا شعراء قالوا الأم مدرسة بدأوا بها فأتوقع أن أي تثقيف أو توعية تبتدي من البيت وتبتدي من المرأة نفسها أنا حابة يكون في فوكس أو تركيز أكثر على المدارس والجامعات لأن هذه الفئة هي التي تكون بومين وتزدهر أكثر ولها علاقة أكثر بالسوشال ميديا وتابع كل شيء فلينتوا عينهم بهذه الطريقة وهذه الصراحة أنا شفتها في كذا منصة في البحرين في كل عام يتم تسليط الضوء على عدد من المواضيع الهمة في هذا المؤتمر لحماية المستهلك في جميع الجوانب وتميز المؤتمر بهذا العام بحمله لشعار المرأة العربية وحماية المستهلك بيؤكد تطور المواضيع بحسب التطورات العالمية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحري